على الواحد إنه ما يتمنى وسأل الله يرزقنا بالصالحات المسلمات القانتات والجميع من شاهدين صاحب أبو سليمان يا ربي يا رب علي الظاهر عندك قصيدة شحلة إلها لا والله القصيد موجودة يا حبيبي تامر أمر لكن اللي نسمعها دائما يطوى العمار خاصة عند اللي في البادية والرعاة الحلال ولا اللي يروحون يسافرون ويشوفون أشياء وكذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن وهذا شيء طلع أمرك يعني موجود ولكن أحيانا بعض الأشياء اللي تطري واللي يشوفها الإنسان وكذا تكون ما طلع أمرك إنه هو يعني عنده شوية من الخوف هذا تخيلات ولا طلع أمرك الله طلع أمرك القادر إنه ينطق الحجر وهو حجر الحلال والرعية الغنم يا أبو علي وما قد عنينا يا طل عمار والرعية الإبل لها يا طلع أمرك حلاوة وفيها معانا يعني لها حلاوة وفيها معانا وخاصة أن طلع أمرك اللي يرعى البل أو يرعى الحلال والله بصفة عامة لأنها بين لحظة كذا طلع أمرك إنها تضيع عنك أو تغيب عنك وكذا وأنت طلع أمرك مسؤول راعي سواء البوك وأمك ولا إنك مثلا يعني الناس أحيانا طلع أمرك يكون الواحد يرعى عند أجير عند رجال راعي حلال وعندها إبل فيه يكون حريص على هذا طلع أمرك ما أوتمن عليه لكن يا طلع أمر يبقى يا طلع أمر الشيء اللي يحدث دائما والمعانا هذا شيء مسلم به ويحدث طلع أمرك تضيع الحلال ويتلقاها السباع طلع أمرك وتغديبها ميزة الإبل يطول العمار إنها إذا ضاعت إنك ما تخاف عليها طلع أمرك من السباع يعني تروح طلع أمرك هذا لأن الإبل ما يقدر عليها طلع أمرك إلا إن كان نمر ولا أسد ولا كذا فحنا حوالينا أو منطقتنا تقريبا إنها خالية شبخ خالية إلا في المحميات وكذا لكن الغنم معرضة بالذات في الأيام اللي كنا فيها أو كنا نرعى فيها الحلال والله إنه كنا طلع أمرك إنها أحيانا طلع أمرك ما قد قابلك أبو إلا والله والله إنك تجابها هم جابها إلا والله شوفناه وطلع أمرك والذيب يا طلع أمر سبع ترى له هيبه الذيب سبحانه الله الذيب قصدك الذيب نعم الذيب الذيب يا طلع أمر إذا ذابلت واجهته وجه إلى وجه ترى يصيبك منه طلع أمرك رعب قشع ريلة قشع ريلة وحتى إنه يصيبك ما تقدر حتى تتكلم تبغى تصيح عليه ولا كذا سبحان الله يأخذك بكب يأخذك بكب وترى هذا شي واقع أنا جربت أنا كثير أيوة أنا جربت طلع عمرك يوم من الأيام طلع عمرك قدام السالفة اللي بقولها كنت رعى الغنم في شعبه وهذا وطبعا في أيام ضبابه وكذا وتكبر البنطقة الجنوبية فيها ضباب وكذا غفلت من الغنم لحظات كذا طلع عمرك ولهي بعيدة والله لكن لمن كده بدأت على الحلال لو الله أنك استفرده ترى الذيب ما يأخذ من الحلال إلى النقوة ما يأخذ الهازلة الذيب ذيب اسمه ذيب صريح صراحة فطلع عمرك والله عدالة طلع عمرك جافرت يحبها قلب مليان هي والله جافرت طلع عمرك مليانة خروفة مصالح والمهم طلع عمرك وطلع عمرك يمسكها برقبها مثل كذا وطلع عمرك ترى يدخل فيها ويأكل منها والذيب عفيف ترى ما يأكل ذيب كذير إذا أكل لقمة واحدة ولا لقمتين يا أبو علي ترى خلاص طلع عمرك طلع عمرك ذيب يأكل الكبد والقلب يأخذ حاجة كذا معينة الشوالي شوالي فالذيب كان قريب أثرت طلع عمرك افترس الجافرت ذيب قريب منه ولم بدأت عليك هذا أبغى أصيح عليه والله يا جماعة غير ما قدر ما قدر سبحان الله رعب أضعي هذا طلع عمرك يعني أشياء تمر علينا تمر علي غيرنا لكن كثير بما أن الشباب الرجال نفداه يقول أني ضيعت الحلال وكذا وشاف شيء في الأفق وكذا كنا أنا وحنا يعني شباب يعني في سدي وترى كان عندنا حلالة أهل في القرية كان رائع القرية أول خاصة هنا اللي في القرى ترى ما يغلع عندهم غنى وعندهم بقر وعندهم جمل وعندهم أكرمكم الله حمير هذه ما يستغنون منها ولا يستغنون أكرمكم الله عن البس وحتى الكلب ترى هذه موجودة عندهم من ممتلكاتهم ليش لأن كل شيء له وظيفة عندهم فسرحنا طلع عمرك مجموعة وحنا والله حتى البو الوالد واللي كذا واللي حوالينا إنهم يقولون لا تروح معه ولا دفلان ولا تروح معه ناقعد لنا ألعاب وتوقفهم من الغنم توقفهم كل هذياب فكانوا طلع عمرك يحرصون لا تروح معه لكن حنا طلع عمرك نجي من هنا وهذا يجي من هنا لأننا نتقابل طلع عمرك بعد الجبل نستانس بحديث بعضنا ونجيز مع بعض لما نتقابلت أنا وفلان طلع عمرك طلع عمرك نفس الشيء اللي خاف منه بوي وصاح منه أمي واقع قاعدنا نسأله فيه طلع عمرك قال غنم طلع عمرك تخبرون عندنا في المنطقة الجنوبية إكبال وشعاب طلع عمرك ومكتسيه بالأشجار ما تسوف الحلال بها والله أخرى أخذتنا السالفة فيه قطع عندنا البلاد أو المزارع يخبرها أبو علي ولا يطهنون كنت أخبروا المنطقة الجنوب مدرجات فبعدما نصل مزارع منها يكون فيها نوع من أنواع العلف العلف هاللي ينبت فيه فيه حبيبات كده زي الفستق ولا زي اللوز ولا حاجات حلوة جميلة نحفر عنها ولقطها ونسوله ونأكلها جميلة جدا والله من جدا نسمي عندنا الدعب فإحنا طول عمرك نحفر ونسولف ونتكلم مع بعضنا وسالف وسالف ونأكل طول عمرك طولناها شوي الغنم راحت من رأس الجبل والدخاء نزلت في شعب من خلف الجبل مسبعة مسبعة أيوة الولد هذا أبوه له صديق أسمري حط معه عشرة خرفة يعني زي أمانة أو يرتعيها وهذه تحصل عند الجراء عندك مثلا دبايح ولا كذا تحطها مع صديقك تقول خلها أي خلها مع حلالك يعني زي ما تقول رعية يسمونها رعية الديب ما يأكل إلا عين عين عيونها المهم يطول عمر طورناها شوي الطيور نوع من نسميها الحديث أو الصقوق النصور الحديث الحديث شوي أكثر من لطير تطلع في السماء وتنزل حرف الرفي هذه علامة ما فيها كلام ولا لا أنت شفت الطيور اللي أسوت كذا الجوارح النصور والحدايا كذا ما توقع إلا على لحم قالوا حرفنا أنها طلع مرك إنها وقعت الواقعة الله يجيركم يا جماعة الخير ويابن طلعنا واللي حقنا مع الجبل يو والله يا أخواني إنها طلع مرك إنها مسدحة الخرفان واللي معها من غنم الديب يذبح الشاه ويأتى يسير عنده طمع يسير عنده طلع مرك شحي يعني لا يسير عنده طلع مرك أعوذ بالله يعني شبك شبك قال مهم يطول عمر من ضمنها الحشرة هذه الرعية حق صديق جارنا واللي من غنمنا واللي من غنمر جارنا يعني كارثة يوم يوم أسود زي ما يقولون والله والعظيم والله يا جماعة والله يا أبو حاتب والله يهون ونهب والله إنه بعدين في إنها سالفة طويلة في الليلة مجينا الروح إنهم يماسكون بوه يقولوا والله لا أذبح يذبح يذبح الولد أنت تسمع الكلام هذا يماسكونها الجماعة فكوا هذا فكوني عليه والله لا أذبح يذبح الراعي ولده آل ما أم يطلع عشان الأمان هذه تحدث في عمرك وهذه السهل بالنسبة يا طويل عمر اللي يقولون أنهم يشوفون الجن هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ولكن يا أخي سبحان الله يقال والله العلم أنا ما لي علمه في الأمور هذه لكن يقال أنهم يتمثلون على يعني على أشكال معينة وكذا وأسأل الله أن يحمينا وأنتم ولا بذكر الله تطمئن القلوب لا فعلا بالنسبة الحاجات هذه أنا أضع لعنز وهي دافع